بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب في شهر ذي القعدة عام ستة من الهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم توجهه إلى مكة معتمراً ولكي يريح أهل مكة من المشركين ويطمئنهم ساق معه الهدي ليأمنوا من حربه صلى الله عليه وسلم وتبعه من المهاجرين والأنصار قرابة ألف وأربعمائة مسلم أبى المشركون حين علموا بنية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسمحوا له بدخول مكة أن يسمحوا له بأداء العمر طبعاً كانت حالة العداء مستحكمة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكى بهم في غزوة بدر عام اثنين من الهجرة وهو الذي خضض شوكتهم في عام خمسة من الهجرة في غزوة الخندق وهو الذي طهر المدينة من رجس اليهود بني قينقاع بني النظير بني قريضة وحتى عام سبعة من الهجرة بعد ذلك يعني بعد محاولته الأولى أن يعتمر كانت نهاية يهود خيبر إذن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين ما تعلمون من ظهور عليهم ومن قهر لهم ومن كسر لشوكتهم فأبوا عليه أن يدخل مكة المكرمة معتمراً وأرسلوا إليه بديل ابن ورقاء أو بديل ابن ورقاء الخزاعي فلم يستطع أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه حاول أن يفاوضه لكنه لم ينجح فرجع رجع إلى قريش فتبرع شخص اسمه عروة ابن مسعود أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقل السيرة سجالاً بينه وبين أبي بكر قال له للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت شايف حالك بهذول هذول يوشكون أن ينفضوا عنك فشتمه أبو بكر شتيمة مقدعة مهينة فنظر قال من هذا قالوا هذا أبو بكر فقال لو لا يد لك علي لرددتها عليك ثم كان كلما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عروة ابن مسعود يضع يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالصحابي الجليل المغير بن شعبه يقف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب هذا المشرك عروة ابن مسعود بطرف السيف ليبعد يده عن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة عروة ابن مسعود عندما رجع إلى المشركين فاشلا في المفاوضات نصح المشركين أن يتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يفوت هذا الاتفاق قالهم ترى وضع محمد صلى الله على سيدي محمد أنا ما رأيت أصحاب رجل عظيم يطيعونه كما يطيع أصحاب محمد محمدا أنا عاشرت الملوك ورحت عن رؤساء وذهبت مفاوضات كثيرة لم أرى مثل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد فيعني يعنيكم أن تتفقوا معه لم يوافقوا على هذا ولكنهم أرسلوا ثالثا سهيل بن عمر سهيل كان معروفا كان خطيبا في الجاهلية وكان فصيح اللسان فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أن كتب سهيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق ما عرف بعد ذلك بصلح الحديبية لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عند الحديبية منطقة قبل مكة وهو قادم من المدينة المنورة كتب صلح الحديبية مع سهيل ومعروف أنه سهيل بن عمر لما جاءوا يكتبون قال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما نعرف ما الرحمن إيش الرحمن هاي فأكتب باسمك اللهم الصحابة انزعجوا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه قال أكتب باسمك اللهم الآن في وحي في وحي ما في يعني رأي لبشر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء الصحابة يزعلوا يرضوا المهم ما ينجزه الوحي ما ينجزه الوحي وسنرى بعد ذلك كيف كان إنجاز الوحي طيب أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمر قال لا لو كنا نؤمن أنك رسول الله لما رفضنا أن تدخل مكة المكرمة فاكتب محمد بن عبد الله قال فاكتبها وكان سيدنا علي صار كاتبها فأقسم أن لا يمحوها وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له دلني عليها لأنه النبي أمي صلى الله عليه وسلم دلني عليها فدله عليها فمسحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم الحقيقة صلح الحديبية خير كله لأنه أول تعليق من الوحي على صلح الحديبية سماه فتحا إنا فتحنا لك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوافق سهيل بن عمر على ما يريد وهو الذي لما رأى سهيلا الحبيب عليه الصلاة والسلام رأى سهيل بن عمر قادم قال سهل أمرنا وكان يحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام سهل أمرنا ثم وافق سهيلا على كثير مما أراده في نص الاتفاقية وعمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى أليس على الباطل قال بلى قال ففيما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله بالمناسبة سيدنا أبو بكر كان واقف فلما سمع عمر يقول ففيما نعطي الدنية في ديننا زعل زعل سيدنا أبو بكر والصحابة كل واحد طعم أبو بكر حبيب ومؤمن لكنه يحرص أن يتبع الوحي يحرص على الأدب مع هذا الوحي ولذلك لما سمع عمر وعمر هذا المؤمن الصادق لكنه عاطفي عاطف عاطفته تجاه الإسلام جياشة يريد أن تتم الأمور بكبسة زر لكن الوحي له شأن آخر فإذا أبي بكر رضي الله عنه لما سمع عمر يقول ففيما نعطي الدنية في ديننا يغضب ويقول له يا عمر إلزم غرزة يعني ضع قدمك في الموضع الذي يضع نبينا صلى الله عليه وسلم قدمه الغرز هذا للأرض اللي فيها إيه فيها رمل فلما تضع قدمك تغرز قدمك في الرمل فقال إلزم غرزة أي مكان وضع قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم شو معنى إلزم غرزة يعني خليك وراء إصح إصحة تأخذك عاطفتك إصحة تهمل هذا الوحي الكريم وإحنا اليوم إحنا اليوم نقول للمسلمين جميعاً إلزم غرزة يلي بتهملوا أمر السنة المطهرة يلي بتشككوا بالسنة يلي بتقدحوا بروات الحديث أبو هريرة وغير أبو هريرة وبتحكوا في الإمام البخاري ما لم يقل لا في القديم ولا في الحديث إلزموا غرزة احرصوا على الحديث النبوي احرصوا على السنة احرصوا على السيرة وين أنتم من السيرة أين نحن في حياتنا العملية من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أين نحن من دروس هذه السيرة أين نحن من أفعال الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاف هؤلاء الصحابة حوله ومحبة هؤلاء الصحابة اللي نقلها ذاك اللي قالهم قالهم والله ما شهدت أحدا يعني يطيع زعيمه كما يطيع أصحاب محمد حتى حتى إنهم لا يدعون النخامة تلمس الأرض حين يبصق عليه الصلاة والسلام يتبادر يبتدرها الصحابة فيمسحون بها أجسادهم تبركا بالحبيب صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم صحابة رسول الله وإحنا اليوم نتكئ على أريكتنا ونقول إيش هذا الحديد إحنا لا نؤمن إلا بالقرآن إلزم غرزة إلزم غرزة فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينة أرسل خلف عمر هات عمر هات عمر بده طيب خاطر وإذا بيغي حين يسمعها عمر يقول يا رسول الله أوفتحنه عمر بفهم عربي عمر مش أعجمي زي كثير من الأعراب اليوم لما سمع إن فتحنا لك فتحا مبينة قال أوفتحنه يا رسول الله قال نعم فطابت نفس عمر أيها يا عمر من أول لكن عمر عاطفي عمر جياش عمر بحب النبي عمر ما بده يحط واطي وهو يظن وهو بشر إنه يعني هيك كثير هيك كثير لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويصبر أصحابه حتى تنزل هذه الآيات الكريمة ترطب قلوب الصحابة الكرام الصحابة كلهم أنكروا ثقل نص الصلح والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت وأنا هنا أيها الأحباب أريد أمراً أريد أن أثبت قضية يا إخوان الصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية هو صلح بوحي هو صلح بوحي ولذلك لا يجوز أن نشبهه بصلح بعده لا يجوز أن نقيس عليه غيره إطلاقاً يعني دولاً مشايخ السلطان لما راح السادات على الكنيسة وبعدين عمل صلح اللي هو بين اليهود والمصار ومشان ترجع سيناء وكامب ديفيد ومش كامب ديفيد طلعوا شيوخ السلطان أصحاب السماجة لأنه في أصحاب سماحة وفي أصحاب سماجة أصحاب السماجة طلعوا إيش يقولوا يقولوا وإن جنحوا للسلم فأجنح لها يا عم يا عم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي وإنت اليوم تشبه كامب ديفيد بصلح الحديبية وكي عم النبي كان فارك بعينهم بصلة حرة كان منتصر عليهم بكل المواجهات حتى في أحد لم يستطيعوا أن يقتلوه ولا أن يدخلوا المدينة المنورة كما قلنا سابقا إذن كيف يمكن أن تشبه كامب ديفيد إلى صلح الحديبية النبي كلمته عليا ويده عليا وقد فعل بالمشركين وبالمنافقين الأفاعيل وكان منتصرا عليهم وكان ظاهرا عليهم وأراد الله لصلح الحديبية أن يكون مقدمة لفتح مكة فكان ما كان أو تشبه نفسك اليوم أنت بعد واحد وسبعين سنة من الذل والعار والشنار تشبه نفسك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت توقع هذه الاتفاقيات المذلة ده بعدك هذا شيء بعيد وبعيد جدا فلا يجوز أن نجعل صلح الحديبية أصلا لهباب لقعدين نحن منهببه ونحن لا ندري لهباب اللي قعدين نهببه ونبيع البلاد ونبيع العبادة ونبيع دماء الناس يعني أنا أقول لكم شيئا ترى فقهاؤنا الشافعي وأحمد رضوان الله عليهم وكثير من الفقهاء أفتوا بأنه لا يجوز أن يكون مدة الصلح بين المسلمين وأعدائهم أكثر من عشر سنوات الهدنة يعني الهدنة لا يجوز أن تزيد على عشر سنوات ونحن ماذا فعلنا نحن نمشي الآن إلى السنة السادسة والعشرين في معاهدة وادي عربة وإحسب أنت إذا كان بتحسب من سنة 1978 وتسعة وسبعين لاتفاقية الذل والعار المصرية كامب ديفيد إحسب نحن لدينا من التواريخ والأزمية ما لا ينقطع ممتد وكله امتداد ذل وعار وبيع للنفس والنفيس والعرض والدم والمال فكيف؟ كيف يمكن أن نقيس ما نفعل إلى ما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم أخي يشير لي بانتهاء هذه الفترة ولذلك سنخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب وما زلنا في ظلال صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان في لحظة من اللحظات إلى قريش ليفاوضهم ورسل المشركين تترأ أبطأ عثمان فلم يعد حجزوه قليلا فخرجت إشاعة أن عثمان قد قتل الآن دم المسلم ثمين دم المسلم غالي ما أعظمك خطاب الكعبة خطاب النبي للكعبة ما أعظمك ما أعظم حرمتك والله لحرمة دم امرئ مسلم عند الله أعظم من حرمتك ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام استظل بظلة بشجرة التي أخذ فيها أو تحتها البيعة من الصحابة على أن يموتوا على ما مات عليه عثمان فأخذ الصحابة يتوافدون على رسول الله واحدا تلو الآخر يبايعونه على الموت لي ينتقموا لعثمان الذي ظنوه قد قتل وعندما اكتمل العدد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى فيجعلها يعضدها باليمنى ويقول وهذه عن عثمان فيبايع نفسه عن عثمان رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين لينزل بذلك قرآن يتلى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما أيها الإخوة بيعة الرضوان هذه قيمتها عظيمة ونحن إذ نسلم أنفسنا من معاهدة إلى معاهدة ومن اتفاق إلى اتفاق ومن رضوخ إلى رضوخ تقف بيعة الرضوان علامة مميزة ومهمة جدا انتبهوا انتبهوا أيها الإخوان الله أراد أن تخرج هذه الإشاعة لتقف بيعة الرضوان شاهدا أمام التاريخ كله وأمام الدنيا بأسرها أن المسلم بيشتغل بالسياسة والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالسياسة وفاوض لكن حين تصل إلى الدماء ينتهي كل شيء حين يصل الأمر إلى قتل المسلم والتضحية به والتفريط بدمه ينتهي كل شيء متى سيفهم سياسيوه هذا العصر العجيب أن أعراض المسلمين أهم من كل السياسة وأن دماء المسلمين أهم من كل السياسة ومن كل المكاسب ومن كل الكراسي متى سيفهم حكام المسلمين اليوم إن حادثة كحادثة بيعة الرضوان تناديهم طيب كم من بريء قتله الصهاينة سواء على أرض الأردن ولا على أرض فلسطين يعني الحقيقة كل جمعة يكون في هناك حركة على الحدود بين غزة وبين أرضنا المحتلة ويخرج أهلنا في علامة على طلبهم للحدود وطلبهم لاسترجاع محتلة من أرضنا فيقتنص منهم العديد ويقتل وكثير منهم يجرحون ثم يستشهدون متأثرين بجراحهم هذه الأعداد أين تذهب؟ أليس لها معنى عندكم؟ ثم رائد زعيتير والأردنيان الذين قتلوا في بيت السفير الصهيون في عمان من ينتصر لهؤلاء؟ ونحن ما زلنا ما زلنا نوقر الصلح الذي بيننا وبين الصهاينة أليس عيباً أيها الإخوة؟ أيها الإخوة أنا أهمس لكم هذه الهمسة وأنا كسير القلب والله أليس عيباً على أمة كتبت صلحاً مذلاً مع عدوها وإحنا منقول في عالم السياسي ترى يا جماعة الأردن ضعيف وسوريا ضعيفة ومصر ضعيفة ما بيقدروا يعملوا إلا اللي عملوا وبعدين يا عمي هو يعني الإيد ما بتكاتل مخرز ومش عارف إيه؟ طيب تمحلوا كل هذه الأعذار وقالوا إنه إحنا والله يعني نتبع سياسة الأمر الواقع وإحنا مقهورين على أنفسنا وإحنا مش عارف إيه كل هذا الكلام يمكن أن يناقش لكن ممكن ممكن تجاوبوني على حتة بسيطة في طيات هذا الكلام كيف يسمح بعض أهل الشأن وذوي الرأي في السياسة أن يذهبوا إلى السفارة الصهيونية فيحتفلوا راقصين بمناسبة مرور خمسة وعشرين سنة على إبرام معاهدة وادي عربة يا جماعة هو خلاص طق شرش الحياة هو إحنا ظلينا نحكي هالكلمة إنه إحنا مجبورين وإحنا غصباً عنا والسلام سلام يعني دبلوماسي وما فيش سلام بين الشعوب طيب وبعدين وبعدين بعدين بتروحوا على السفارة الصهيونية وبترقصوا مع نسوانهم الخالعات احتفالاً بمرور خمسة وعشرين سنة على أسوأ فعل فعلتموه خلال أربع عشر قرن من حياة الأمة مو عيب عليكم طيب أنتوا بتسمعوا بواحد اسمه أفخاي أدرعي بتسمعوا فيه المتحدث باسمي ما يسمونه جيش الدفاع الإسرائيلي يعني جيش الاحتلال جيش القتل جيش القتل ماذا يقول على صفحته على الفيسبوك بيقول على صفحته على الفيسبوك أيتها الأمة العربية ساعدين لنتخلص من الإخوان المسلمين فلم يبقى لنا عدو سواهم فهم أعداؤنا وأعداؤكم ضعوا أيديكم بأيدينا لنتخلص من هذا العدو المشترك ونعيش بسلام اقرأوا هذا الكلام موجود على صفحته على الفيسبوك اقرأوه عشان تعرفوا مين أصحاب الشرف ومين اللي باعوا شرفه عشان تعرفوا من الذي يقف شوكة في حلقي هذا الصهيوني وإحنا ما في مسلم يدعي الشرف لوحده المسلم يدعو المسلمين جميعا ليكونوا شركاء ونحن لا نريد هذه التسميات ولا نريد هذه التحزبات ولا نريد أن ينسب الشرف لجهة بعينها نريد للأمة كلها أن تكون ذات شرف نريد للأمة كلها أن تقف وقفة عز وقفة بطولة أمام هذا المد الهائل اليوم ما الذي يحصل في عالمنا العربي والإسلامي بعد أن حرم النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب على اليهود وعلى أصحاب الديانات الأخرى وقضى أنه لا يجتمع في الجزيرة دينان صرنا نجيب نجيب البوذيين ونعمل لهم معابد ونحتفل معهم بافتتاح معابد بوذا بوذا ثم نعد ببناء الكنس والكنائس وإطلاق الحريات ونصب التماثيل التي كانت تعبد من دون الله لتعود عبادة الأصنام إلى بلاد العروبة والإسلام من جديد هذه إنجازاتنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنجز صلح الحديبية الذي عاد على المسلمين بالخير كله صلح الحديبية الذي لم تستطع قريش أن تحميه أو تحفظه فخفر بعض بني بكر ذمة بعض من بني خزاعة الذين كانوا في حلف النبي بني بكر كانوا في حلف قريش وفق الصلح وبني خزاعة كانوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام فاعتدى رجل من بني بكر على مجموعة كانت تستقي عند ماء فقتلهم فجاء شاعر بني خزاعة ينشد النبي صلى الله عليه وسلم هم قتلونا بالوتير ركعا وسجدا ونقضوا ميثاقك المؤكدة فقلوا فورا صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم لهذا الشاعر نصرت يا عمر بن سالم وكان أن انتهى ذلك الصلح انتهى ذلك الصلح يا إخواننا بعد أقل من ثمان سنوات وكان وكان الصلح سقفه عشرة سقفه عشرة يا إخوان الحقيقة إنه لا يجوز أن نتجاوز أحداث التاريخ أنا قلت ثمن سنوات لا يا سادة يا كرام في ستة للهجرة كان الصلح وفي ثمانية الهجرة كان فتح مكة يعني ما صبدش سنتين أنا سبقني لساني سبقني لساني لم يصمد سنتين يا جماعة هذا النبي الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي حفظ هذا الدين وحفظ ذمة هو مش مسلم لقتل قتل يعني قد يكون يعني معاهد قد يكون معاهدا وليس مسلما ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يخفر ذمة المعاهدين ويحافظ على العهد ولذلك دفعت قريش ثمن نقضها لهذا العهد فكان فتح مكة ولذلك إنا فتحنا لك فتح مبينا لقد كان صلح الحديبية مقدمة مباركة لهذا الصلح اللطيف أنه أمتنا بتفكر حالها شاطرة وهي بتبرم معاهدات في معاهدة أو مش معاهدة في قرار 242 بتاع الأمم المتحدة قالوا بوجوب عودة الأراضي المحتلة فلما ترجموها من العربي من الإنجليز إلى العربي قالوا أراضي محتلة ولعبوا علينا اليهود بأل التعريف وتجريدها من أل التعريف كانت الأراضي المحتلة وأل التي للجنس وللعهد وإلى آخره الآن لما شلحوها من أل صارت أراضي محتلة فلو رجعت لنا القوى المحتلة مكان مزبلة مع أنه كل أرضنا محترمة لكن لو رجعت لنا مكان مزبلة بيقول لك هاي طبقنا 242 لأنه أراضي محتلة أي أراضي محتلة بلعبوا علينا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دقيقا وكان الصلح دقيقا إن نص الصلح على عدم جوازي قبول أي رجل من المسلمين من المشركين يأتي مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقبل المشركون كل من يأتيهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إيش اللي حصل اللي حصل إنه إجت مجموعة من النساء مجموعة من النساء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء قريش جئنا مسلمات بينهن وحد اسمها أم كالثوم بنت عقبة طيب الصلح لم ينص على النساء نص على الرجال فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء وأجارهن وأدخلهن المدينة المنورة وهذه الآيات من سورة الممتحنة هي الدليل الساطع الناصع على عدم زواج المسلمة بالبشرك بالكافر فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافراً وهي زعقاموها أنه شفيها شفيها وكأنهم لم يقرأوا آيات سورة الممتحنة أيها الإخوة صلح الحديبية يمكن أن نتحدث فيه حلقات وحلقات كثيرة لكن أنا طوفت بكم يعني بسرعة وسرعة كبيرة جداً في بعض النقاط التي ينبغي أن نحذر منها وفي أقل من نصف دقيقة أقول لكم على الأمة كلها اليوم أن تتبرأ من كل عهد عاهدته لبني صهيون لأن بني صهيون قد نقضوا عهدنا منذ سنين ولكننا في حالة ضعف تأبى علينا إلا أن نذعن وأن نرخي رؤوسنا إلى الأسفل وهذا حال لا يرضي الله عنا فمن يقيل عثراتنا إلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة